هذا الدور المجتمعي الكبير اللي النادي الاهلي بيقدمه الوطن بيتسق مع الدور التاريخي للنادي الاهلي الدور التاريخي للنادي الاهلي على الأقل فيه جزئية تمكين المرأة الرياضيا كل أهلاوي وكل أهلاوية تفخر أنه النادي الاهلي ناديهم العظيم ده كان أول من سمح للمرأة المصرية أن يتمارس رياضة بصوا الإسهام الحضاري للنادي الاهلي أول فرصة لممارسة الرياضة في مصر كانت لهذه السيدة الأهلوية العظيمة نفيسة الغمروية عليها رحمة الله أول واحدة مارسة الرياضة في مصر كانت من خلال النادي الأهلي بل أنه من خلال النادي الأهلي اهتمت هذه الرائدة العظيمة بإنشاء معهد التربية الرياضية للبنات علشان يبقى فيه قاعدة من المؤهلات علمية لممارسة الرياضة وبدأت رعاية رياضة المرأة في النادي الأهلي أظن ما فيش إسهام حضاري راقي أكتر من كده بهذه الجزور انتشرت بقى رياضة المرأة في كل مكان من خلال النادي الأهلي وما لعبه وصلاته وصلنا بعد كده إلى حرص دائم لدى مجلس إدارة النادي الأهلي على وجود سيدة تمثل المرأة المصرية والرياضية في مجلس إدارة النادي مش بس حتى على مستوى الممارسة لا أنت بتحط دايما في النادي أو في مجلس الإدارة السلطة الحكمة إحدى سيدات النادي إحدى فتيات النادي برضو للاتساق مع هذا الدور الحضاري المهم في المجتمع المصري الراقي بطبعه شفنا فترات طويلة كابتن صالح سليم كان حريص على وجود المرأة كابتن حسن حمدي كان حريص على وجود المرأة في مجلس الإدارة الكابتن الخطيب والكابتن حسن كان معهم الدكتورة الراني علواني ولما الدكتور الراني علواني هذه البطلة المصرية الدولية الكبيرة قدت دورها على أكمل وجه ويمكن ظروف ارتباطاتها العلمية والعملية حال الدون أنها تكون موجودة في مجلس الإدارة الجديد حرص الكابتن محمود الخطيب وهو المدقق جدا الناس اللي تعرف الكابتن الخطيب تعرف أنه ما بيحطش ثقةه في حد قليل ودايما وأبدا عنده معايير دقيقة جدا للاختيار والانتقاء كان حريص الدكتور الكابتن محمود الخطيب على اختيار واحدة من سبحات الأهلي الوعدات ما يعاطف ما يعاطف بطلة مصر وأفريقيا بطلة النادي الأهلي دي مع الدكتور الراني علواني بصوا تواصل الأجيال بصوا حرص النادي الأهلي وقياداته إزاي تكون المرأة الرياضية ممثلة في رأس الحكم في النادي الأهلي فكانت قايمة الكابتن محمود الخطيب اجتملت على البطلة ما يعاطف تم إدراكها في قوائم المرشحين تحت السن من الشباب وزي ما قلت لحضراتكم ده جزء من الحرص على إتاحة الفرصة للمرأة حتى لو اللايحة ما بتنصش أو ما بتشتريطش لكن الحرص على أن أنت يكون عندك عنصر نسائي في القائمة ده نوع من الالتزام الحضاري والرياضي والراقي إنك إنت المرأة إذا كنا بنتكلم على أن المرأة نصف المجتمع فماش أقل من أنها تكون موجودة في قائمة الكابتن محمود الخطيب أملا في أن تحظى بثقة الجمعية العمومية ما يعاطف بطلة مصر والأفريقيا في السباحة والمرشحة لعضوية مجلس الإدارة تحت السن هتكون معانا بعد الفصل